هلا والله جبنا لكم خمسة العاب فيها شخصيات تكلمك بعد ما تموت وأحيانا يطقطقون عليك لكن قبل ما نبدأ هذا الفيديو برعاية هورايزن 2 الغرب المحظور وطبعا لا تنسونا بالاشتراك وتفعيل الجرس واضغطوا زر اللايك والحين خلونا نبدأ أول لعبة معانا هي باتمان أركم نايت وهي الجزء الثالث من سلسلة ألعاب الأركم وطبعا في هذا الجزء صار فيه إضافات رهيبة في طور اللعب زي أنك تسوق سيارة باتمان في المدينة وتتحكم في شخصيات غير باتمان زي كات وومن وتشوف قصصهم وفي هذا الجزء وإنت تلعب باتمان ومت راح يجيك الجوكر ويتسلى عليك ويقول لك أشياء بمسخرة مثل مين راح يحمل مدينة بعد ما مت يا باتمون؟ خويك روبين؟ وفي سلسلة ألعاب جاك ان داكستر اللي نحبها ونتمنى نشوف لها رجع في المستقبل القصة تبدأ بالبطل جاك وخوية داكستر إنهم ياخدون قارب عشان يستكشفون أشياء غامضة في جزيرة قريبة منهم وطبعاً الأبله داكستر بالغلط يطيح في بركة فيها سائل أسود ويطلع منها ويلاقي نفس تحول لولد عم تيمون بس كل ما تموت في اللعبة يجيك داكستر ويطقطق عليك ويقول أشياء مثل هاو شكلك مرة تحورت تبينا أجيب فزعة؟ ثالث لعبة معانا هي Middle Earth Shadow of War اللي نزلت في سنة 2017 وهي تكملة بعد الجزء الأول Shadow of Mordor وهذه الألعاب اللي ابتكرت لنا أسلوب النمسس اللي في اللعبة يعني الزعماء في اللعبة مثلك عندهم level أو مستويات معينة وإذا تهاوشت وياهم وقتلوك رح يرتفع مستواهم أو رتبتهم في جيش الأوركس على حسابك وفي نفس الوقت راح يهايط عليك الزعيم اللي هزمك ويقول شي مثل هاو انت مفكر هالسيف التافه راح يأثر فيني ويكسر سيفك نصين بيده واللعبة الرابعة معنا اللي بسلوب التسلل او التخفي ستيكس شورتزوف داركنس وتلعب بمخلوق القوبلن واللي اسمه ستيكس ومعروف في عالم اللعبة ان القوبلنز كائنات ما عندهم مخ وأغبياء لكن بطلنا ستيكس عكسهم تماما وجدا ذكي وعنده القدرة على الكلام زي البشر وطبعا وظيفة ستيكس الاساسية انه حرامي وقتال قتلة وياخذ مهمات من الناس زي انه يسرق او يغتال اهداف معينة لهم وخلال اللعبة اذا طحت من مكان عالي ومت راح تجيك شاشة يكلمك ستيكس فيها وهو مطرطي عليك ويقولك شغلات مثل شرايك تبدل معي؟ انا بديو امسك اليد وانت خش اللعبة وتموت بأسوأ الاشكال واخيرا معنا لعبة التصويب بوردر لانس 2 اللعبة فيها عالم كبير وتقدر تسوي فيها مهمات اساسية للقصة ومهمات جانبية واسلوب اللعبة معروف باللوتر شوتر يعني طول ما انت قاعد تلعب وتخلص مهمات وتغلب اعدائك تاخذ منهم اسلحة جديدة واشياء تفيدك انك تصير اقوى باللعبة وباختصار انت في حرب ضد شركة شريرة وما خلت شيء الا هي متحكمة فيه اسم الشركة هايبيريون لدرجة حتى لما تموت يرجعونك ويدفعونك على قيمة الموتة وكل ما يرجعوك المكينة تسوي لك تسويق لشركة هايبيريون عشان ترفع من احتمال انهم يفضوا جيبك مثل شركة هايبيريون تنصحك بان تنتقم مما قتلك الا اذا كان سبب موتك هو كائن جماد مثل حفة جبل وهذه كانت خمس العاب تطقطق عليك بعد ما تموت نتمنى انها تكون عجبتكم كان معاكم احسين نصير وشكرا لكم للمتابعة ومع السلامة